السلام عليكم مبداعين ومبداعات نتمنى تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة ان شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد قولوها كامل ورايا باش ندؤجر مع بعضانا ان شاء الله وثاني حاجة حبيت نشكركم بزاف على التعليقات اللي خليتو مني في الفيديوهات اللي فاتوا صراحة ان شجعتوني باش نبقى دايما نصوركم فيديوهات اكثر ونعطيكم كامل وش عندي ويلا هنبدو في الفيديو بتاع اليوم كما شدتو في الفيديوهات اللي فاتوا تاع سبيبطات ولا الحيذاء شدتوني مزيناتو بواحد البابيون الفوق قلتلكم ووعدتكم قلتلكم راني حنصورها لكم واليوم جيت نوفي بالوعد انتاعي وقبل ما نبدأ نشرح لكم هاد الفيديوهات من واش تتكون ومبعد نبدو في طريقة العمل كما راكم تشوفوا فيها ثمانية وفيها هاد الزوج اخيوط هي مكونة من قطعتين وهاد بكل قطعتين نربطوهم مع بعضهم ش يعطونا هاد الفيديوهات وكما راكم تشوفوا انا هنا راني منستعملها خيط صوف عادي يعني وتقدرو توم تستخدموا اي خيط على حسب يعني على حسب استعمالتا عكم اذا كان مثلا اخدمتو كاش حاجة بالكوتون وراكم حابين تستعملوها باش تزينوا هادك الحاجة تقدرو تخدموها بالكوتون وتقدرو تخدموها بخيط اخشن منها يعني كل واحد نفس المبدأ يطبقها على اي عامل حب يديرو ماشي غير علاجة هاد السببطات يقدر يزين بها بوندوات تعراس شابوات اي حاجة ساك ولا المهم المبدأ نفسه انتو ما يطبقوه كما حبيتو انا هنا استعملت خيط صوف عادي ها هو الخيط الصوف عادي هادف الغوز بومبو وخدمت بكروشي رقم اثنين ونص ميليمتر رقم اثنين ونص ميليمتر تقدرو تخدموه بواحد ونص تقدرو تخدموه مهم الواحد ونص زوجو مص حتى ثلاثة يخدم لكم غير انا حبيت نخدمو بهذا لانه يساعدني في العمل يلا هنبدأ اول حاجة رح نبدأ بالشكل هذا الفوقاني وبعد هذا الشكل التحتاني وبعد نجمعوهم مع بعض اول حاجة لازم نبدأ بها اللي هي عقدة البداية حندير عقدة البداية ها هي العقدات على البداية بسم الله بعد ما ندير عقدة على البداية ندير سلسلة فيها اثنين وربعين غرزة اثنين وربعين واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة أربعة خمسة ستة واثنين 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 يوم بعين اول حاجة لازم نسويوها نسويوها كامل على الوجه كما قال الوجه الامامي ونروحو الاخر غرزة اخر غرزة ونعملو فيها منزليقة هاك منزليقة كما كنت شوفو يجيكم كامل على وجه واحد بعد ما تسويوها وتروحو تديرو المنزليقة في اخر غرزة بعد ما ارتفعنا بالسلسلة راح نديرو زوج غرز حشو هاي غرزة الحشو الولى وهاي غرزة الحشو الثانية بعد ما نديرو الغرز حشو زوج غرز حشو نديرو غرزة نصف عامود نديرو غرزة نصف عامود هاي غرزة نصف عامود هاي غرزة نصف عامود بعد ما ارتفعنا غرزة نصف عامود نديرو ثلاثة اعميدة ثلاثة اعميدة هاو العامود الاول وهاهو العامود الثاني وهاو العامود الثالث خلاص بعد ما قدرنا ثلاثة اعميدة وش راح نديرو نديرو زوج عامود في نفس الغرزة عامودين في نفس المكان هاو العامود الاول اتحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس بعد ما دنا ثلاثة عمود في نفس المكان واش رح نديره? رح نديره ربع اعميدة كل واحد وحده. ربع اعميدة كل واحد وحده. ها هو العمود الاول في الغرزة اللولى. العمود الثاني في الغرزة الثانية. العمود الثالث في الغرزة الثالثة. والعمود الرابع في الغرزة الرابعة. خلاص. ومن بعد واش رح نديره? رح نديره. ثلاثة عمود في نفس الغرزة. ثلاثة عمود في نفس الغرزة. ها هو العمود الاول. ها هو العمود الثاني في نفس المكان. والعمود الثالث في نفس المكان. بعد ما دنا ثلاثة عمود في نفس المكان نديره زوج عمود في نفس المكان. زوج عمود في نفس المكان. ها هو العمود الاول. نعود نذهب إلى نفس المكان ونضيف العمود الثاني وما بعد سنضيف ثلاثة عميدة كل واحد وحده العمود الأول في أول غرزة العمود الثاني في الغرزة الثانية العمود الثالث في الغرزة الثالثة الثالثة خلاص ها هم ثلاثة عميدة كل واحد وغرزة وحدها وما بعد ما شى ها ندلو ها حين نعملو ثلاثة نصف عمود ثلاثة نصف عمود هاو النصف عمود الأول والنصف عمود الثاني والنصف عمود الثالث ثلاثة نصف عمود بعد ما دنا ثلاثة نصف عمود ندير غرزة حشو غرزة حشو في الغرزة اللي بعدها نديره غرزة حشو من بعد نديره منزلق نديره منزلق بعد ما نكملنا المنزلقة كما راكم تشوفوا را تكون عدنا النصف الاول اللي هو هاد الحلقة هاي تكونت معانا النصف الاول تكون معانا لكا راح نديره النصف الثاني وش راح نديره راح نكرارو نفس الشي اللي كاين مناميه بالطريقة عكسية نبدأ ونديره ثلاثة بعد ما دنا المنزلقة نديره غرزة حشو بعد الحشو نديره ثلاثة نصف عامود ثلاثة نصف عامود هاو نصف العامود الأول هاو نصف العامود الثاني والنصف العامود الثالث قدرنا ثلاثة نصف عامود حشو بعد المنزلقة قدرنا حشو ثلاثة نصف عامود ونبعد وش راح نديره هنديره ثلاثة عامود ثلاثة عامود كل عامود في واحده هاو العامود الأول في الغرزة الأولى العامود الثاني في الغرزة الثانية والعامود الثالث في الغرزة الثالثة بعد ما دلنا ثلاثة عامودة كل واحده ورح نديره زوج عامود في نفس المكان عامودين في نفس الغرزة هاو العامود الأول نزيده ندخله نفس المكان ونديره العامود الثاني بعد ما دلنا عامودين في نفس المكان هنديره ثلاثة عامود في نفس المكان ثلاثة عمود في نفس المكان ها هو العمود الأول ها هو العمود الأول ها هو العمود الثاني في نفس المكان والعمود الثالث في نفس المكان بعد ما دلنا ثلاثة أعمدة في نفس المكان نحن نديره ربع اعميدة كل عامود في غرزة واحده كل عامود في غرزة واحده هاو العامود الاول في الغرزة اللولى العامود الثاني في الغرزة الثانية العامود الثالث في الغرزة الثالثة والعامود الرابع في الغرزة الرابعة دلنا 4 عميدة مفاصلة بعد ما دلنا 4 عميدة مفاصلة راح نعود ندير 3 عمود في نفس المكان 3 عمود في نفس المكان ها هو العمود الأول ها هو العمود الثاني في نفس المكان والعمود الثالث في نفس المكان من بعد راح ندير عمودين في نفس المكان عامودين هاو العامود الاول ونديرو العامود الثاني في نفس المكان بعد ما دانا عامودين في نفس المكان احي نديرو ثلاثة غرز عامود كل واحدة وحدها ثلاثة واحد واحد هاو اللول زوج ثلاثة يبقى هنا غرزتين غرزتين واحدة نديرو فيها نصف عامود ها هي هنا نديرو نصف عامود والاخير نديرو فيها حاشو حاشو نلحق الهادي الغرزة اللولة اللي ارتفعنا فيها بسلسلة ندخلو فيها ونديرو منزالقة منزالقة نقفلو ونقطعو الخيط بالمقص كيما هكا وهكا نكون نكملنا الجزء ها هو الجزء الاول اللي هو قلت لكم عبارة عن ها هو ها هو هكا كي تربطي يقولي ثمانية وهكا نكونو كم منا هاد الجزء هو يجي هكا محلول وكي تربطو هكا يشكلكم هاد الشكل تاع ثمانية خلاص ها هو الشكل الاول معنا دورك هكا نروحو لهاد الشكل الثاني هاد الشكل الثاني الشكل الثاني سهل جدا يلا هنبداوه كيف كيف مع بعض بسم الله نحتاجو عقدة البداية كل عادة عقدة البداية هاي نديرو سلسلة فيها واحد وعشرين غرزة واحد وعشرين غرزة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عداش تناش تناش تلتاش تناش تساتاش سبات عشرين واحد وعشرين راح نروحو للغرزة رقم ربعة نحسب واحد هاي هنا ايا واحد زوج ثلاثة ربعة في الغرزة هادي رقم ربعة راح نديرو العامود بلفتين العامود العادي يكون نديرو لفتين نديرو لفتين ندخلو للغرزة ونبدأو نقفلو كل زوج مع بعضهم هادا هو العامود بلفتين درنا عامود بلفتين بعد ما درنا العامود بلفتين راح نديرو ثلاثة أعميدة راح نديرو ثلاثة أعميدة هاو العامود الأول في الغرزة اللولة العامود الثاني في الغرزة الثانية العامود الثالث في الغرزة الثالثة هاو ثلاثة أعميدة بعد ما درنا ثلاثة أعميدة راح نديرو ثلاثة راح نديرو ثلاثة نصف عامود راح نديرو ثلاثة درنا ثلاثة عامود راح نديرو ثلاثة نصف عامود هاو نصف العامود ثاني ونصف العامود الثالث ثلاثة نصف عامود ثلاثة نصف عامود بعد ما دنا ثلاثة نصف عامود راح نديرو أربعة حشو أربعة غرز حشو هاي غرزة الحشو اللولة غرزة الحشو الثانية غرزة الحشو الثالثة وغرزة الحشو الرابعة ربعة حشو بعد ما دنا ربعة حشو راح نديرو ثلاثة نصف عامود ثلاثة نصف عامود هاو نصف العامود الأول نصف العامود الثاني ونصف العامود الثالث ها ها هم ثلاثة نصف عامود راح نديرو ثلاثة عامود ثلاثة عامود ثلاثة عامود او العامود اللول العامود الثاني والعامود الثالث تبقى عنا غرزة وحدة هذي الغرزة الاخيرة واش راح نديرو فيها عامود بلفتين عامود بلفتين بعد ما دنا هاذ العامود بلفتين راح نقفلو العامل من البداية تعوش راح نديرو سلسلة ثلاثة ثلاثة ونقفل في هذا المكان اللول اللي بديت فيه بمونزالقة بعد ما قفلنا بمونزالقة نقصو الخيط و هكا نكونو خدمنا الشكل الثاني هاذ الزوج خيوط تقدروا تديرو برا وتخفوهم هنا تديرو برا وتخفوهم مي انا دايمن واش ندير نربطهم نربطهم هكا زوج ربطات ونقص ما يتفتحوا ليش نزيرهم مليح ونقصهم بالخيط نقصهم بالمقص و كيكون هكا كاشخيط شوية خارج و لزيد نحرقوه بالبريكي نحرقوه بالبريكي خلاص هذي هي القطعة الثانية كما راكم تشوفوا بعد ما كملنا العمل بالكروشي هاكم تشوفوا معانا قطعتين هاهي القطعة اللولى و هذي القطعة الثانية دركة راح نجمعوا القطعتين مع بعضهم كيف راح نجمع قطعتين مع بعضهم شوفوا دركة هذي الشكل الثاني هذي البداية التاعوه البداية التاعوهي نرمو كما هكا يعني نبدوها منا البلاسة اللي بدينا بها هي اللي نديروها الفوق و البلاسة الأخرى من تحت البلاسة اللي بدينا بها نديروهم الفوق دركة وش نديروه نسجمو هذي الشكل كما هكا نحطو هذا هكا في المنتصف و نحتاجو شوية خيط نقصو شوية خيط عادي شوية خيط نحتاجو شوية خيط هاهو دركة وش راح نديروه نحاولو نشدو هكا هكا المنتصف مع المنتصف و نزيدو نحطو هذا هكا في الوسط هكا في الوسط و نحاولو نربطوهم بالخيط هذا اللي قصيتو انا نحاولو نربطوهم بالعقل بلا ما نخسرو الشكل بشوية هكا هكا نحاول نربطو انا معاكم نشي مشكل برك ربطو ما تخافوش و نبعد تحاولو تسجمو الشكل في الاخر كيما هكا تربطو تدورو شوية هكا الخيط الوسط هكا خلاص بعد ما كملت الربط هندور ملور و نحاول نربط مليح بش ما يتفكش معايا نربطو هكا من اللور نربطو من اللور مليح قبل ما ننقص الخيط نحاول نسجم الشكل مليح يعني نحاول نسويه نسويه مليح كيما هكا 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 بعد ما كملت نزيد نتأكد مليح انواد الخيطة ربطو مليح و ما يتفتحش معايا نقدر نزيد الوربطة واللازوج عكا مليح نزيق و نقص هاد الخيط ازايدين نقصهم بالمقص و عادي هادو اللي من اللور تقدروا ما يعني ما تحرقوهم من التحاج لانو هم شاحنبان و راحين تلسقوها ولا تخيطوها ولا يعني ماهوش ماهيش مشكلة المشكلة فقط في الشكل الامامي الشكل الخلفي ميهمش لانكم راحين تقصوها ولا يعني حتلسقوها ولا حتخيطوها وهكا نكونو خدمنا الفيليونكا خلاص هادي هي النتيجة النهائية معاكم و هادي اللي وريتها لكم اللي خدمتها قبله و بطول الوقت يعني حزيت الترخف يعني وتشدة معاكم الشكل مليح و اذا كان نصقتوها مثلا في كاش بلاس اخلاص حيثبت الشكل التحو مش حتزيد تتحرك و هكا نكونو وصلت معاكم لنهايات تالفيديو تالي يوم اذا كان اعجبكم الفيديو ما تبخلوش علي يبجا مكتبولي اقترحات تعاكم في التعليقات و اذا كان عجبكم الشرح التاعي و لا ما عجبكمش و اذا راكم تاني حابين يعني نصوركم فيديو تاكاش حاجة ما حابين تتعلموها قولولي على عيني وراسي حنصورها لكم و نخليكم بخير و على خير و سلام